السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام اتمنى انكم تكونوا كاملين في ساحة جيدة قبل كل شي اتعبونوا فلاشين باش تعمل السفادة وان شاء الله في الفيديو هنشوفوا تكلفة البناء ديال اه بقعة دية 80 مترو قبل كل شي النمرة راها كاينة في الشاشة الناس اللي اه كيسولوا دايجة عندهم بقعة وبغين يبنيوا فارع عدنا الانتروبريز عدنا شركة ديال البناء اه الناس اللي بغت بني فمرحبا اه باي تساؤلات ديالها يعني فقط اه ترسل لي ميساج عبر الواتساب ولا تصوني لي اه عبر عبر النمرة اللي غتكون اه ظهرة في الشاشة ان شاء الله اه وبالنسبة اه الناس كذلك اللي بغت عرف تكلفة ديال البناء اه اللي مازال ما اخارش لي هالبلان ومعندهاش الرخصة وبغت عرف التكلفة فقط بش حل غايت قايم عليها البني فامرحبا بقع تساؤلات ديالكم اه عبر عبر الواتساب يعني في النمرة اللي كاينة في الشاشة ولا يتصل بيها اه مباشرة اه بداو على بركة الله اول حاجة بالنسبة لاتكلفة البناء ديال البقع ديال 80 متر فبالنسبة الغواج اللي هما اساسيين اه في البناء فا اه باش نبني ضروري خاصني اه واحد الحاجة اللي هي اساسية اليد العاملة بطبيق الحال ومواذ البناء اه اليد العاملة ومواذ البناء هما ليكي يشكلوا الياد تكلفة يعني اه بالنسبة ديال 90% يعني بنيكي نقول ليد يد العاملة ومواد البناء ستكلفة البناء بالنسبة ليد العاملة فالتمن تراوح ما بين 200 درهم حتى 250 درهم بالنسبة للمتر كاري كوفير بالنسبة للمتر كاري الناس الذين لا يعرفون المتر كاري مثل البقعة فيها 80 متر ولا 90 متر مثل 80 متر كاري نحن نقوم بغير على 1 متر كاري منودها 1 بالنسبة ليد العاملة فالتمن تخدم من 200 درهم رقص حتى 150 درهم ونضيفه بالبناء 5 متر كاري فتمويد البناء يمكن أن تهبط على 800 درهم بلنسبة للمواد البناء بلنسبة للمتركاري من 800 درهم يعني 800 درهم أقل تكلفة 800 درهم حتىственно�220 درهم في بعض الموضن بت INTERVIEWER بnational定وب مثل سلعة طالعة الأحساب بحث hoy القياس ل hol proclaimed worthy anime في بعض الموضن المواد البناء تكون مواد البناء وصله حتى الـ 1200 درهم المتر كاري هذا ما علينا أخذه من تكلفة مواد البناء وغطرها وحمابين من 800 درهم حتى الـ 1200 درهم بالنسبة للمساحة اللي اخذينا هي 80 متر كاري فبنسبة للأساسات اللي هم الفونداسيون الفونداسيون للأساسات فكي ياخذ لي من المساحة 50% من المساحة اللي عندي الإجمالية حال مثلا أنا عندي البقعة ديالي فيها 80 متر باش نعرف يعني المساحة 80 متر و باش نعرف أنا 50% ديال 80 متر يعني 80 متر هنقسمها على جوج إلاش دينا 80 متر اللي هي المساحة الكلية وقسمناها على جوج هعطينا 40 متر إذا الأساسات فـ 40 متر كاري اللي هتكون عندي في الفونداسيون 40 متر كاري 40 متر كاري ليد العاملة 40 متر كاري غنضربها عندنا أخذ أقل تكلوفة بالنسبة ليد العاملة اللي هي 200 درهم هنخدم على 200 درهم المتر كاري بالنسبة ليد العاملة وعندي الـ 40 درهم هنضربها في 200 درهم أعطينا 8000 درهم إذن ليد العاملة غير في الفونداسيون غير في الأساسات غير تأخذيها 8000 درهم غير يد عاملة بالنسبة للمواد البناء فكنشد 40 متر كاري اللي ذا جا عندي وهي 50% من المساحة الإجمالية فكنضربها فييش كنضربها أقل تكلوفة اللي خديت بالنسبة للمواد البناء عندنا أخذوا 800 درهم كأقل تكلوفة و800 درهم هنضربها في 40 متر كاري أعطينا 32000 درهم إذن 32000 درهم بالنسبة للمواد البناء غير أساسات غير الفونداسيون إذن تحتاج 32000 درهم بالنسبة للمجموع بالنسبة للمجموع الإجمال المجموع في الفونداسيون تقام عليها ب14400 مليون يعني 40000 درهم هذا فيما يخص الإجمال بالنسبة لطابق الأول نبدأ بالطابق الأول بالنسبة لطابق الأول هي المقافية 80 متر كاري ولكن إلا جدت 77 متر كاري التساؤل فأراه واضح في بعض البنائت قد يكون لديه هاتلة ثلاثة متر كاري يعني 10 متر كاري والنقصت من 80 متر يتبقى لدي 71 متر كاري وأن 21 متر كاري نزيد عليها تساؤل 6 متر كاري اللي غادي نزيدها على ال presidents يعني البروز تكون عندي بذلك يتحرك بأسفال البروز في 8 صنعين بعد مرة تكون لديي 80 صنعين في البوروز بعد مرة تصبح لي 200 صنعين في البوروز إذا اضحت 1 صنعين في البوروز في البوروز يكون لديها غير من جهة واحدة غير من جهة واحدة يعني مثلا البوروز تصبح 6 صنعين 6 صنعيني معلومات مزيدة أعطيني 6 صنعين إذا المزيدة سوف أكثر على 팍 71 صنعين 77 متر كاري أعطيتها 6100 درهم إذا نجمع اليد العاملة مع مواد البناء سوف أعطيّني الطابق الأول ستقام لي ب77.000 درهم يعني 1.7 مليون 7.000 درهم الوقت بالنسبة للطابق الأول هذا الطابق الأرضي الطابق الأرضي هو السفلي طابق السفلي بالنسبة للطابق الأول هو ليطاج الأول يطابق طبق السفلي يعني عادنا السفلي وعادنا ليطاج الأول فوق من السفلي هذا هو الطابق الأول بنسبة الطابق الأول يبقى بنفس المساحة ونفس البروز غالبا بنفس البروز ويختلف أحيانا يختلف البروز إلا أنه يختلف ضائل جدا لك شيء لنخليه نفس المساحة 77 متر كاري 77 متر كاري سأعطينا نفس الشيء 77 متر كاري اللي ضربنا في 800 درام سأعطينا 15.400 درام بنسبة ليد العاملة وسأعطينا 61.600 درام بنسبة للمواد البناء وأيضا with 97.600 درام إحدى الطابق الأول سأعطينا 77.400 درام لنفس الشيء بنسبة للمواد البناء ثاني سأوضبiin 57.700 درام لما يبقى لدى الأمور الضтесь IRزar سأرى ي hurricanes يدعي وصف يعني most of these بحيث كان يدخل الطريق و بحيث تتعامت بل ضرعت صحيح الى ضرعت صحيح حتى يدخل الطريق و ستطح على مواد البناء و أصحابه على الأسفل هيا هناكcha من خلال ٣٠٠ درهم مواد البناء كأقلت كلفة فالمجموعة غير من يدع المناسب بالنسبة للسطح الضالة الدروجي ستكون لدي 1.000 درهم بالنسبة للسطح السطح قدت فيه 30 متر بحكم أنه لدي البقعة فيها 80 متر فالسطح يأخذ تقريبا بالنسبة المساحة الإجمالية 80 متر يعني 80 متر يعني 10 10 متر في الطول و 8 متر في العرض بالنسبة لدينا 10 متر 8 متر 28 متر يعني 30 متر يعني 30 متر بالنسبة للسطح بالنسبة للسطح يتخدم بالمتر يعني غالبا تكون الارتفاع 30 متر يعني 30 متر يعني 30 متر كاري تقريبا مهم بالنسبة للمتر يتخدم لها 150 درهم أولا 140 درهم بالنسبة للمتر بالنسبة للمتر حتى 150 درهم بالنسبة للسطح السطح كاتقاملية فقد نضرب 30 متر وقد نضربها في 150 درهم تعطينا 4500 درهم بالنسبة للفوكادر الخشب سوف نحتاج حوالي 8 بيبان لأنه يحتاج في يوم الفوكادر الخشب وكل كادر الخشب ستقام عليه بـ 100 درام لغة 8 يضربناه في 200 درام ستعطي 1,600 درام نفس الشيء بالنسبة لفوكادر الاليومينيوم سيكون لدي أكثر من الفوكادر الخشب بحكم أن الأشتراجم يكون بكثير سوف نحتاج 12 فوكادر الاليومينيوم وكل فوكادر بالنسبة للأشتراجم ستقام عليه بـ 120 درام ستقام عليه بـ 1,440 درام بالنسبة للأكور فالفتحة للأكور كما قلت لكم سأخذناها 3 متر أو 3 متر إذا سأخذناها 3 متر سأخذناها 3 متر أو 6 متر سنضربها في الارتفاع للأكور غالب الارتفاع للأكور لا يكون طالح حتى الفوق يكون حدو السفلي سوف نضربها 3 متر ثلاثة متر تضربها في الارتفاع يعني 3 متر ثلاثة متر ثلاثة متر كل أكور نضربه ممتر كاري نضربه اليد العاملة تقوم بشكل بشكل الجحد We Br� kiss 552 teils 460 teils 690000 تقوم بنسبة لمجموعة السرعة المواد سعى 22000000 إسم إسم الإست Exactly سعى الأساس لإسمنا سضلك سعى 22000000 يعمل بشكل الإجمالة وعلى l Tomb Social 80mm بقعة 80 متر فقط يعني غروزوفر فقط يعني بقعة يعني غروزوفر كحلا كما تنقول احنا اتقام عليها بواحد 28 مليون سنتيم تقريبا ولا 29 مليون سنتيم يعني الماكسيمون دياله تمنى ان شاء الله ان يكون هاد الفيديو نال اعجاب ديالكم ما تنساوش وما تبخلوش علينا بالاعراء ديالكم في الكومنتر وتقابونا معنا فلاشين وكنولي نعاودها الناس اللي كي سولوا وباغين يبنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بيتكوواوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الكومنتر تحت من الفيديو فمرحبا بأي تساؤلات ديالكم تبارك الله عليكم والله ما يصير الجميع